اختنا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة أو يوم القيامة نعم الحديث صحيح واختلف أهل العلم في تأويل هذه الكلمات النبوية البليغة رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة رب كاسية في الدنيا من النعم عارية في الآخرة من شكر هذه النعم هذا معنى وهناك من فصر الكلمة النبوية البليغة بقوله رب كاسية في الدنيا بالثياب وهي عارية في الآخرة لأنها ارتدت ثيابا شفافة أو رقيقة أو متبرجة أو ليست منضبطة بالضابط الشرعية بضابط الحجاب الشرعي فهذه تأتي عارية من ستر الله تبارك وتعالى في الآخرة وهذا أحب التأويلات والتفسيرات عندي لهذا الحديث النبوي وقد فصلت بعض هذه الأقوال في كتاب أحداث النهاية لأنها علامة من علامات الساعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم رب كاسية في الدنيا بالثياب عارية في الآخرة من الثواب عارية في الآخرة من الستر لأنها لم تلتزم بالثياب المنضبطة بالضابط الشرعية لم تلبس ثوبا فضفاضا ولم تلبس ثوبا طويلا ولم تلبس ثوبا ملتزما بالضابط الشرعية بمعنى أن لا يكون ثوب شهرة وأن لا يكون معطرا أو مبخرا هذا ضوابط للحجاب الشرعي المرأة أن يكون طويلا وأن لا يكون ضيقا وأن لا يكون شفافا وأن لا يكون وصفا للجسد وأن لا يكون ملفتا للنظر بألوانه الملفتة والمزيونة والبهرجة وأن لا يظهر ما تحته من الثياب بطريقة أو بأخرى وأن لا يكون ثوب شهرة وأن لا يكون ثوبا معطرا أو مبخرا لتلفت الأخت المسلمة الأنظارة بعطر ثوبها هذا كله لا جزء فهذا تقريبا هو أحب الأقوال وأحب التفسيرات إلى هذا الحديث النبوي إلى قلبي والله تعالى أعلم شكرا